برحب بكم مشاهدينا الكرام مرة تانية وزي كل يوم ثلاث دايما بنحرس ان احنا نكون معنا حلقة اسبوعية يوم كل يوم ثلاث بنتكلم فيها عن نصايح خاصة بولدنا واخوتنا الصغيرين وعلى التوالي بيكون اسبوع حاجات تربوية ونفسية واسبوع اخر نحية صحية والنهاردة الحمد لله معنا دكتور سيد محمد صلاح شبيب استشاري طب الاطفال وحديثي الولادة سلام عليكم يا دهما سيد اماني زيارة برحادة كانوا بيكم وبنرحب ببي لوكا اللي بيبقى معنا كل اسبوع وبنتكلم معه وبنطبق عليه حاجات كتير احنا بنكلمه بس هو ما بيردش بس ما علينا دكتور احنا النهاردة بنتكلم عن الحضانة وقد ايه الكلمة دي للامهات اللي هم أصحاب الخبرة اللي خلفوا كتير اول اللي عندهم اولاد اول اللي شافوا التجربة دي ممكن تمر عليهم مرور الكرام ويقولك الحضانة دي ممكن تبقى الاسباب بسيطة ولا قدر الله ممكن تبقى الاسباب خطيرة انما الام الاول مرة اول ما يتقلعها ابنك هيتحط في الحضانة ممكن تنهار بمعنى الكلمة هو طبعا بس نعم الرحيم بصي على موضوع الام برا مصرف والطفل بيتولد بيحط الطفل على سدي الام وهي لسه في قطة العمليات عشان الملامسة المباشرة والهرمونات طاعة الطفل تمشي بشكل طبيعي يعني بص من ايه من امتى فتخيلي بقى ان اقول ان الطفل ده مش يبقى معك اصلا ده قرار مش سهل بعد الولادة مباشرة لا الطفل ده بعد ما دكتور اطفال طبعا بقرار لطبيب الاطفال عشان كده بنوصل اي ولادة لازم يكون في مكان فيه طبيب اطفال وفيه كمان استعدادات لاستقبال حالات زي كده وطبعا فيه حالات تبقى معروفة ان انا قبل ما تتولد دي عارفة انها داخل الحضانة فبنبقى عاديين مستنيه وفيه طفل لا بيبقى حاجة فجأة ودي هي اسباب كتير طبعا فيه اسباب بعد الطفل مايروح يعني ممكن طفل مثلا يحصل شرقة يحصل اسبريشن او يحصل التهاب في الجزء العلوي من الرئة وارد جدا ومتحصل كتير الفترة دي ده واحد اتنين طفل لو صفر ممكن يحصل نفس الكلام طفل حصل لسمه من ده حصل لحصل لنزيف ففيه اسباب اخرى بعد الخروج بعد مروح البيت ودي بتبقى اصعب طبعا نعم نعم